مرّة الأيام وطلعت السنة الرابعة وبدأنا ندرس حاجة اسمها التاريخ الحديث آخر حاجة بقى والدولة الأموية والحكم الإسلامي في مصر والخليفة اللي كان في مصر في الوقت ده وفي الجغرافية كنا بندرس جغرافية برضو من ناحية الحديثة فالخرايط بتاعت مصر بتقول إن جبل المؤطم الخرايط بتقول إن جبل المؤطم ما كانش في مكانه ده اتنقل بس الخرايط ما بتقولش اتنقل ليه تقول إن عامل تعرية نقلت الجبل وتاني كنت عند صاحبتي وكانوا بيتكلموا على واحد اسمه سماعان الخراز الناس اللي من مصر هتعرف الكلام ده وإن إزاي سماعان الخراز ده قاد شعب كبير بيصلوا ونقلوا الجبل فأنا أول ما قلت نقل الجبل وتاني أني جبل قلت لي جبل مؤطم كليكت تاني هو اللي أنا بدرسه في الكلية الناس دي بتقوله بشكل مفصل صحيح حكت لي الحكاية كلها وإزاي إنه اتنقل الجبل وإزاي موثق طبعا كمان موثق في الخرايط الناس روح تشوف في الجبل ما نقول وإن الخليفة الأموي في الوقت ده عرف الرب وآمن بس في الكتب بتقول إن الخليفة الجنن هتميك سنس لا مش الأهم العباسي بتيقلي إنه تجنن فبرضو الكلام لما تحطه جنب بعض يجيب سنس يميك سنس وكده بدأت الشكوك بقى عنتي ترجمة نانسي قنقر